تبغي يا وفل عمر التوضيح عطيح من هزه ولا تهز نيري شوف في الجبل وادف ولا هز تهريح شوف القمر عاني ولا يمكن يطيح شوف القمر عاني ولا يمكن يطيح هذا الأغنية ما أعتقدنا في أحد ما سمعها وما يعرفها في كل الإذاعات وحتى يعني من الخليج إلى موريتانيا ملحن هذا الأغنية وأغاني أخرى ضربة في الفترة الأخيرة هو الملحن فهد الناصر معنا في الستوديو صباح الخير صباح الخير أو نقول مساء الخير سماعنا الجبل وقبلها سماعنا الطير عمرك سمعت بطير يا حب سجانة سماعنا لا تقدرون للفنة الراشد الماجد ما هي القصة هذا الوقت وقت فهد الناصر مع علي الخوار والله يا أخي ما صار هو التقائب علي الخوار هو صاحبي من زمان بعيد عن الشغل ولكن نمسي بالخير ولكن ما صار في ظل الغياب الإنتاجية التي صارت للألبومات بدأنا نشتغل أغاني سنقل وبدأنا شيئا قليلا والله ما كنا نقصد والموضوع ما لا قصد ضربت يعني كل الناس الآن أغنية الطير وما تقدرون والجبل هي من أفضل لغاني التي طلعت في الفتوة إن شاء الله بعد اليوم نجهز ليلة إن شاء الله قبل أن ندخل في الجاي فهد اسمك نزل من ضمن أفضل ست ملحنين على المستوى العربي خبرنا كيف كان الاستفتاء هذا التصويت والله طالع أمرك هذا الاستفتاء أول شيء صار عبر إذاعات وصار عبر الصحف يعني في مختلف أغطار وطن عربي يعني كان الاستفتاء يعني من بين أصحابي هنا في الخليج الأستاذ فاي سعيد أحمد الهرمي ووليد الشامي وأنا وطبعا والأخوي وليد سعد من مصر ومحمد والله العن الشيطان عمر مصطفى وكان فيه من لبنان بعد هشام بولس يعني فكان فيه اختيار وطبعا هذا رأي صحابه بالأخير أنا دائما أقول لهم أنا ما يعنيني الترتيب كثير ما يعنيني شنو المادة اللي قدمتها صحيح وشنو اللي صحيح وهذه هو الأهم التأثير فهد بينك وبين نفسك يعني النجاح يخوف يأسرد في البداية وبعدين يخوف بعض الملحنين الكبار يعني من مثال مثلا ملاحن ناصر الصالح يطلع في فترة بأغاني هتس بعدين يغيب فترة يطلع أغاني لكن يكون صريحين ما توصل لمرحلة الأماكن وطلعتها أو مثلا الصدفة وطلعتها ما تخاف أن فهد جي لفترة ركود؟ أو أول شيء أقولك شيء ناصر كسول ناصر طلع مرة نعجح وأنت ماذا كسول؟ وين أنا ناصر اللي اسمعنا؟ ناصر كسول وأنا مسي بالخير وأقول لك أنت أستاذنا وقدولنا لا أكيد ناصر كسول ولكن ناصر النهج اللي استخدمه ناصر مختلف عنه ناصر كان يعمل في غنية مكبلهة يعني إذا ما علم في المذهب في الكبلي ممكن يسوي جميل فكان فيه حرية ومعدين مع فنان العرب الله قوموا بالسلامة إن شاء الله فاللي أقول لأنه ناصر كان مختلف أنا ما أقولك ما أخاف ولكن أنا بديت أراجع أنا بديت أراجع حساباتي تمشيها صح يعني في ألبوم نبي الشعيل مقدمين أنا أخوي على الخوار والشعر سعد المسلم غنيتين لي يعني والساد ساهر نقدم كذا غنية ولكن بشني بديت أراجع نفسي إذا بيتأجل الألبوم لبعد رمضان شكلي راح راح بتدي أسوي شي حلو التجديد دائما مطلوب طبعا وأنت بدأت الدخل يعني مثلا زي الرنبا على غنية محمد عبدالأخيرة لبعض ما يقدر يتقبل هذا التغيير أو هذا التجديد ودائما يحب الكلاسيكو ويلتصق فيه خلينا نقول وبعض أحيان ممكن تواجه بعض الانتقادات حتى كيف ممكن تواجه النقد ومتى يكون النقد بناء ومتى يكون النقد حسنه مجرد لأجل النقد فقط والإساعة والله يا جين تدرون ما أنا شا سوي أنا من أحس أن الغنية ما عليها علامة استفهام أنحاش سكر جستي أقول لهم يا جماعة عطوا نفسكم وقت خل الغنية يعني استوعبوها أي استوعبو اللي قاعد أسويها صح يعني في الجبل مثلا أنا حاط آهات وبعد الآهات تستمر يعني كان في كورة لين فوق بعض وهذه ما سويتها يعني فاللي قاعد يصير أنه أقول لهم دايما خلونا نستوعب الفكرة بعد شهرين شهر إذا حسيتوا أن ما يسر الجماعة غنية بدقائق يا حلو يا موحلو يعني حتى اللحظة الوهلية بعض المرات ما تكون عام يعني مؤشر صح صح فأقول لهم عطوا نفسكم وقت حلو وإذا ما أعجبتكم بعدين ما أعدكم ما أجازم حنرجع الموضوع لأستاذ علي الخوار يعني المشكلة الحين لما نذكر اسم الأستاذ فهد الناصر ما نقدر نغفل اسم الأستاذ علي الخوار بعض الناس يخافون من هذه الفنائيات أنها توصل مرحلة من أنها ما تقدر تتجدد على سبيل المثال يعني أنا قريت مرة أعتقد في مجلل زهرة الخليج للصحف الأستاذ ربيع حنيدي أن حتى وصل أنه اتهم علي الخوار أنه في شخصية بالخفاء هي التي تدعمكم وتنتج الأغاني فعلي الخوار قال لا لا يعني لا لا هو أصلا علي الخوار في شركة منتجة عندها نعم عندها فشركة منتجة هذه بين فترة وفترة تسوي أعمال تسقص لنا لفتت النظر خليت الناس حتى تتكلم ونظر إشاعات خالد لأنه كان في شيء جديد يعني غض النظر رضا أنا مسويه أو غيري من الملحني يعني استخدمنا شيء يعني لما لا يتقل ترين 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 يعني ترين كان عفوي الموضوع ما كنت تقصد ترين 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 عمرك سمعت بطير ويحب سجانة إن شافك انت نسى واشتعني جنحانة أنا تراني طيرك اللي يحبك موت لو حب قلبي غيرك بدعي علي يموت بدعي علي يموت حالو حالو طيب فهد كيف تتلافق أنك أنت ما تكرر نفسك بدأت بالألحان يعني في بعض الملحنين من كثر للألحان يبدؤون يعيدون حالهم أمس كأمس كنت في نفس النقاش هذا مع أخي الخور والشباب أنا أقول لهم يا جماعة إذا حسيت نفسي ما هو يسوي شيء نترى ما راح لا تشتغلي دائما نقول هذه الكلمة خصوصا الإغنية السنقل أنت لازم ترضي أذواق وايد اللي يسمع لك اللي يسمع الرقص واللي يسمع يعني حتى أقول ما أقول بخلونا نقدم الحين لون مختلف وشكلي باتجه على دبكة خليجي الله يسترم لي أنا لا شوف الخلطة الجاية شوف تطلع فهد عشان الوقت نبسي دهم نبصلك سؤال أخير جاوب بسرعة لا تخاف أن هذا الثنائي الآن يستغل ويستهلك تجاريا لا أقصد الفنان ديانا حد الفنان الكبيرة ولكن البعض يلجأ لكم الآن أن سووا الإغنية الخوار مع فهد الناصر ونفس وانا أرد عليك أقول لك في نفس الوقت إذا لجأ لنا أحد ونحن لن نقدم لن نقدم لن نتذر حافظ على الجاود ولكن ديانا كان شيء مرسوم لها مرسوم يعني لو تلاحظون الكلام بالضبط لديانا صحيح ونرجعها تحية شكرا لك على تواجد أنا اللي أشكرك وإن شاء الله لنا موعد أطول من شديد شكرا شكرا لك فهد ويعطيك ألف عفو وكل التوفيق إن شاء الله وإنقضار الخلطات المكس الجديدة إن شاء الله الله يطول مشكورين أكيد الشكل أكبر لكم مشاهدينا على المتابعة شكرا لكم يومكم سعيد وإلى اللقاء غدا في حلقة جديدة غدا نلتك إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم